بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حياكم الله طلابنا العزاء في درسنا اليوم حل أسلد صلاة الكسوف والخسوف السؤال الأول ما المقصود بصلاة الكسوف والخسوف هي صلاة يصليها المسلمون تعظيما لله وإقرارا بقدرته لها كيفية معينة إذن هي صلاة يصليها المسلمون بكيفية معينة تعظيما لله وإقرارا بقدرته السؤال الثاني أذكر أو أذكر حكم صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة سؤال الثالث أذكر ثلاثة من الأمور التي يستحب القيام بها في صلاة الكسوف والخسوف واحد الاستغفار كثرة الاستغفار أو الكثار من الاستغفار اثنين الدعاء ثلاثة التوبة سؤال الرابع ضعشر صحة وخطأ الشمس والقمر ينكسفان لموت شخص عظيم خطأ تختلف صلاة الكسوف والخسوف عن الصلاة العادية بأن فيها قيامين وركعين صحيح شريعة صلاة الكسوف والخسوف تعظيما لله تعالى وإقرار مخدرته صحيح يؤذن الإمام لدعوة الناس لصلاة الكسوف خطأ صلى رجل صلاة الكسوف منفردا في بيته صحيح ننتمنى منكم نقل يجب ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة